الخبر الأول اللي عادنا عن المشكلة اللي صايرة ما بين إيمو مار وفريق نور مار وليش فريق نور مار لغى المتابعة من حساب إيمو على الإنستغرام فالخصة كلها بدأت عن شخص اسمه نور ديديك نور ديديك ونور مار كان بيناتهم علاقة صداقة بالسوشال ميديا ولكن صار بيناتهم مشاكل فكل واحد صار ما يحجو يالثاني ولكن من فترة حوالي شهر نور ديديك نزل على قناته هذول المقطعين اللي كانت يتهجم بيها على نور مار ويحاول انه يفضحها وبنفس الوقت يطلع علي صور ومحادثات واشياء غريبة ويوم هاني طلعت ونزلت هذا المقطع ورديت بها على نور ديديك وقلت انه يحاول يصعد على نور مار مو أكثر فاللي حاب ان يشوف هذا المقطع عن المودي يعرف شن السبب المشكلة اللي صايرة ما بينهم يحطوكم يا بالوصف روح يشوفوه المهم نور ديديك حذفت ذول المقاطع فانتهت القصة نقدر نقول واصلا نور مار طنشة ومهتم له أصلا فحاليا لغلب دي يسأل شنو اللي صار فمثل ما تعرفون انه ايمو مار طلع من فريق نور مار تقريبا من حوالي شهر ورغم انه هو طلع ولكن كان بيناتهم علاقة صداقوي الفريق وحتى ان نور مار نزل هذا الاستوري على حسابه بالانستجرام اول ما طلع ايمو من فريق نور ماري بين الصداقة البيناتك يا جماعة انا كمان زعلان مثل تعليقاتكم بفيديو ايمو نطلع ايمو هيك بس الشغلة ما هو بيدنا يا جماعة لو بيدي غصب العرصة عيفوه بس ما بيده يا جماعة هو الطلب هيك وهو اللي بده بس فيه تعليقات انا كتير استفزتني اللي هي عبتخلي ايمو يتندم انه لا تخلوا ايمو يتندم يا جماعة ترا هذا قراره وهي حياته نحن ما بيدنا نعمل شي نحن بيدنا انه بس نستمر بمحتوانه وفيه ناس كتير زعلانين وهيك انتوا جلدين اوكي بتزعلوا على المراسبة تبس بتقوموا بساعة بتوقفوا مع تجلدي اوكي اذا حاليا شنو اللي صار فايمو قرر انه يسوي فريق جديد يضم هذا الفريق ايمو نفسه ونور ديديك وحنين كمال مثل ما ذكرت قبل شوية عن المشكلة اللي صارة ما بينه هو نور فمن الواضح انه نور ديديك لعب بعقل ايمو مار وخلى انه يطلع على حسابه بالانستجرام وينزل هذا الستوري اللي يقول بي انه رح يفضح نور مار ولح يطلع وجه نور مار الثاني رح اضطوكم هذا الستوري شوفوه يا حباتي يا الباتي في مشكلة صغيرة طارعوني من متابعة لازم انا سكيتت كتير مشان ما اضرر لحد بس لازم احكي افهمت هذا لازم احكي الحق ولازم احكي مشان تعرفوا الوطش الواحد كيف يعني كيف الحقيقة وطشو مشان دحكي لكم مستنوني كيف دحكي لكم مشان تفهموا الواحد الوطشو الحقيق كيف بالمختصر اللي قاله انه ما دام هم لغة والفولو من حسابي بالانستجرام انا حطلع افضح نور مار ولكن بعد اطلع الرج من اخو نور مار واللي هو محمد مار فطلع على حسابي بالانستجرام ونزل هذا الستوري اللي يوضح به للناس ليش هم فريق نور مار لغة الفولو من حساب ايمو بالانستجرام واللي هو سبب نور ديك المهم رحطوكم استوري شوفوا كيف كيف كنا جماعة شرط نوب الف خير طيب يا جماعة اليوم نحكي موضوع كتير كتير مهم انه حتى الفانزات قرية نطلع حكي بالموضوع وكذا سبب شرنا الفولو عن ايمو هو مو سبب انه ايمو سوى فريق او كذا او هيك لا بالعكس لو نحن ما بنا يسوي فريق أو ما بنا او زعلنا انه طلع من الفريق او كذا او نظره كم اول ما اطلع من الفريق شن نالفولو بس المشلي مو المشلي انه دخل على موضوع الفريق انه كانوا كتير ضررين نور دين اللي هو اخوي ضررين نور انه اللي هو اخوي كتير حكو على نور باليوتيوب فنحن يتبقوا على موقف او ردة فعل هل شئ اللي عايب صير يعني واحد حكي على نور وارفيه على نور اللي هو كان معه بالروح للروح جابه وصلا يصور معه فليهذا السبب شأنه عنه الفولو طبعا والفريشة اللي كله عن الفولو لأنه كرياتنا مثل ما بتعرفوا ايد وحدة سواء اللي كان معنا ايمو كان ايد وحدة بس عن طلعه انه روح الله يوفقك و الله يوصلك للبدك يا بس فلاك حبيد اطلع بالطرح لكم هذه الشغلة ما في مشكلات شخصية بيننا وبين ايمو بالعكس روح الله يوفق يا ايمو وتوصل اللي بدك يا بس انه هاد اللي حبيد احكيه ونحن مادنا نجيبرين عالم الشي عنه الفولو لك كذا بس نحن حبينا ناخد موقف من الشي اللي صار وبيصول اكتبونا بالكومنتات هل تشوفون انه ايمو مار غلطان او هو اللي هو خاين او لا او انه مجرد اريد يسوي فريق مؤكثر اكتبونا رأيكم بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن بيسان اسماعيل واعترافها بحبها الانس الشايب فبيسان على اخر مقطع لنزلتك كان اكو شي غريب صار والي هو ان اي واحد يكتب لها كومنت انه انت تحبين انس او ان انت مرتبطين او انت وعدكم يعني خطوبة بيناتكم بيسان كانت تحط هاد التعليقات خلوب فهوية من الناس صار يشكون انه هل بيسان تريد توصل الرسالة انه هي تحب انس الشايب اوكي هو هذا الموضوع صراحة الحقيقي ولكن عندي وجهة نظر ثانية والي هو انه بعد من كشفت الحقيقة انه الخطوبة كلها عبارة عن كذبة مو اكثر والي هو مجرد مقلب انس شايب او اكثر طبعا وضحت الموضوع كله بهذا المقطع فذا حابين روحوا شوفوه وتأكدوا بنفسكم فتريد ترجع تصويق المقطعها بطريقة لخوي اللي هي انه تحطوا قلوب بالتعليقات عليكم انكتبونا رايكم بالكومنتات هل تريد توصل الرسالة انه هي تحب انس او انه تصويق المقطع الخطوبة وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع اجابكم لا تنسوه تحطون لك اشتركوا بالقناة شانيكو في ازراء مقاطع مملكة القصص ادري مخطأ ما بيها اخبار ولكن اكم اخطأ لاخ